اشتركوا في القناة او دار السرور لحظة من اللحظات التي يكتب فيها للعبد انه منتقل الى ذلك اليوم تلك اللحظة التي يلقي الانسان فيها اخر النظرات على الابناء والبنات والاخوان والاخوات يلقي فيها اخر النظرات على هذه الدنيا وتبدو على وجهه معالم السكرات وتخرج من صميم قلبه الآهات والزفرات انها اللحظة التي يؤمن فيها الكافر ويوقن فيها الفاجر انها اللحظة التي يعرف الانسان فيها حقارة الدنيا انها اللحظة التي يحس الانسان فيها انه فرت كثيرا في جنب الله انها اللحظة التي يحس الانسان فيها بالحسرة والألم على كل لحظة فرت فيها في جنب الله يناديه رباه رباه ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت انها اللحظة الحاسمة والساعة القاصمة التي يدن فيها رسول الله اعني ملك الموت لكي ينادي فيا ليت شعري هل يلادى نداء النعيم او نداء الجحيم الا ليت شعري هل يقال يا اي تنمس مطلع او نداء او نداء او نداء او نداء ملا سخطينا رأيت السعرين كي أنت تكون خلاط لا ليس شرين كي تلك الساعة التي قفت وماج والسالة فلا أتوى توقف رابعا الأمر وفي لحلة واحدة فأصمت الرؤث إلى بي وانتفت الساعة بالساعة إلى ربك يا الويد والساعة هناك تحصل عبد بدار غريبة ومنازل رهيبة عجيبة فلا إله إلا الله في لحلة واحدة من دار الهوال إلى دار المعيد المقيم فلا إله إلا الله في لحلة واحدة من ضيق الدنيا إلى سعة آخرة وفي لحلة واحدة وفي لحلة واحدة من جوار الأشرار إلى جوار الواحد القرار ف Recovery لحلة واحدة من ضيق الدنياains من ضيق الدنيا شكرا